حنروح ضمن تقرير وحنبقى بدمشق مع فعاليات فريق عطاء التطوعي وتحت شعار أطفالنا خير كنوز الأرض مع زميلتنا تيمة مسعود بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقدم عام جديد أطلق فريق عطاء التطوعي فعالياته تحت شعار أطفالنا خير من كنوز الأرض وذلك برعاية سفيرة النوية الحسنة للطفولة راما زريق بالمشاركة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع محافظات دمشق بحاول أني دائما نستقطب أكبر عدد منك من الأطفال احتياجات خاصة أيتام طبعا أنا هلأ غطيت عدد جمعيات وكل سنة بغطي جهة معينة نحن اليوم بدمشق وريف دمشق غطيت أكبر عدد منك من الجمعيات اللي هي فعلا تعنى بالأطفال لنقدم لهم شيء طبعا هي مو بس هدايا هو نشاط طرفيه عم نقوم فيه طبعا بالتعاون مع شركات وطنية أكيد داعمة ونقدم لهم هالفرحة وهذا النشاط نحسس أن نحن موجودين معهم ووقفين معهم بهذه الظروف استمرت الفعالية على مدار سبعة أيام تضمنت أكثر من ثماني جمعيات وألف طفل بالإضافة إلى إقامة أيام ترفيهية تفاعلية مع الأطفال دول احتياجات والأيتام والفقراء حضنت بعض الرقصات الجماعية وتقديم الهدايا من بابا نويل نحن اليوم بفعالية نفرح سوى ستة للسنة السادسة على التوالي هي عم تستهدف للأطفال زوية احتياجات خاصة والأطفال للأيتام تمام؟ هي عبارة عن نشاط طرفيهي كل يوم بيكون عم يستهدف لفئة معينة تنتهي بشخصية طبب نويل عم يوزع الهدايا للأطفال بالظروف الحالية هاي فعاليات بتخلي الولاد شوي يحسوا بالفرح بما أنه ظروفنا هلأ صعبة ومؤادرين بأي مكان يكونوا موجودين يعني أهليهم يمكن ما فيهم ياخذون أو هيك فنحن بنحاول كل شيء ألعاب نجمعنا نياهم بالملعب فريق عطاء هو مبادرة شبابية تطوعية تسعى لنشي ثقافة العمل التطوعي من خلال المبادرات وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة